تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا يمكن أن تنال علماً أو تكسب فهماً أو تحقق خلقاً أو تقوم بعبادة أو غير ذلك من الأمور إلا إذا فتح الله عليك وكم هو جميل هنا كلمة قالها مطرف ابن عبد الله ابن الشخير من علماء التابعين رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة قال لو أخرج قلبي وجعل في يساري وجيء بالخيرات كلها وجعلت في يميني لم أستطع أن أجعل شيئاً من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه إلا أن يكون الله الذي يضعه فالأمر بيد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد ولهذا أحياناً يسمع الإنسان مواعظ وأشياء نافعة جداً له في دينه ودنياه ويسمع من أبواب الخير وأبواب البر وأبواب الفلاح ولكن نفسه تجنح وتجمح ويقل منه العمل والعطاء والتوفيق بيد الله لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا ترجمة نانسي قنقر